أعكست التطورات الملحوظة بمنفض ميناء الودي عبد محافظة حضر موت ضبط الكثير من المهربات والتحسين في الأداء وتسهيل الخدمات خصوصا حملة نظافة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بوادي وسحراء حضر موت مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي 4 مليار و 237 مليون و 265 ألفا و 379 ريالا يمنية وفارق الزيادة بالنسبة لعام 2024 مقارنة بعام 2023 في إجمال الرسوم والعوائد الأخرى في منفذ ميناء الوديعة البرية وهنا كمية كبيرة من المضبوطات في محاولات التهريب والمخالفات الجمركية كل هذه الإحصائيات تأكس جهدا كبيرا تقوم به إدارة جمرك منفذ ميناء الوديعة المنفذ البري الذي يعد من أهم منافذ اليمن الرئيسية التجارية والإنسانية نحن في الجمرك منذ السلام من العمل عملنا على الحد من ظهر التهريب في بعض السلع الممنوعة وما يقارب حوالي 48 ضبطية إلى يومنا هذا ومن أهم الضبطيات هي السيائر كما تلاحظون هذا السيائر موبيدات الأدوية الأزمدة يشتغلوا موظفينا سمعت ليلة ونهار فريق متكامل جهود جبارة تحققت في وقت قصير وإن شاء الله نستمر على مكافحة كل التهريب كل التهريب وسنعزز من عمل الجمارك ومن هيبتها ومن تطبيق نظام القانون من جينا بدينا بتنفيذ إزالة العشوائية داخل منفذ الوديعة إزالة الكرفانات الموجودة توحيد مكاتب الإدخال اسكن خارج توحيد صريح الدخول توحيد الزي إن شاء الله نمع المستقبل بدينا بفتح مستهارات خاصة بالسيارات بالقواطر التجارية الحالة المسافرين الزوار الحالهم عمل مواقف للسيارات وعمل استراحات قمنا بعمل ثلاث استراحات للعوائل تأتي هذه الجهود مواكبة مع التطورات التي تسعى من خلالها إدارة المنفذ إلى نقل المنفذ نقلة نوعية هنا زيارة لإدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحر حضر موت للوقوف على آلية تحسين المنفذ والعمل المشترك في ذلك وسط ارتياح من المسافر وإشادة بتلك الجهود تأتي زيارتنا للمنفذ الوديعة من أجل تحسين علاقات بين إدارة الصندوق وإدارة المنفذ الجديدة وكذا وضع اللمسات على الخطة الجمالية التي سوف نتطرق إليها من خلال الدراسات التي سوف نقوم بها في الأيام القليل الماضية تأتي هذه الزيارة بتوجيهات من وكيل محاوظ حضر موت الأستاذ عامر سئيل العامري من أجل القيام بهذه الأمور التي تم ذكرها سابقا ما شاء الله والله تحسينات طيبة في المنفذ إن شاء الله تخفف للمسافرين الزحمة والأمور هذه فيه تعديلات جديدة ونشكركم عليها وبيض الله وجهكم وإحنا كأحد المسافرين داخل خارج مع المنفذ أنا أشوف الأسبوع هذا في تحسين كويس جهود كبيرة تبدلها إدارة جملك منفذ ميناء الوديعة بالتعاون مع إدارة الميناء ورغم كل الظروف إلا أن التطور الملموس يتأمل من خلاله المواطن كثيرا من أجل التعافي القريب لقناة عدن الفضائية صالح عمر منفذ ميناء الوديعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا